انا كنت بركب القطر ده بركب القطر و بسافر الصعيد بسافر بلدي وبسافر اللي هو المفترض احسن حاجة يعني احسن حاجة تلاقي الفران حمامات مش عارف شكلها ايه الكراسة شكلها ايه ريحة العربيات شكلها ايه القطر ايه خمسة تشوروله كده وماشي يقف وماشي يوقفوه كل حتة واقف مفترض انه من القاهرة الجيزة او من الجيزة بان سويف المينيا اصيوت سوهاج ما بيقفش مراكز لا ده كل قرية يوقف اقف اقف وماشي بسبعتاشر كيلو تاخد مسافة من هنا لحد السوهاج تاخدها في تسع ساعات اللي هي المفروض الطبيعية يعني اربع ساعات ولا خمس ساعات بالكتير يعني ده المستوى اللي كان فيه البالد الدرجة التانية والدرجة التالتة حضراتكم عارفينها طبح ده في عز الشتة ناس كان بتموت عشان البرد فيش كراسي فيش شبابيك فيش ادمية فيش حمامات فيش اي حاجة هو احنا بننسى لا يعني حد يقول بننسى انا واحد من الناس كنت بركب قطرات لحد يعني عشرين سنة مثلا مثلا او خمس ساشر مثلا يعني كانش عن كنت بقى القطر كامل زمنها هو سئلة احسن من ما تاخد عربية وغيره اأمن ورغم المشاكل اللي كانت فيه والحجز ازاي وبيعملت شوفوا النهار ايه اللي حصل ايه التطور اللي فيه النهاردة اسكندرية اسكندرية القاهرة كان عندنا قطر ايه وبيبقى عندنا ايه وبيبقى عندنا ايه نظام اللي مش كنا ده ده كان زي ما بقالوك اللي بتاع المزلقان ده شغال وانسى بقى الراجل بقى سايب المزلقانات بقى تفتح تقلب تروح كل يوم حوادث عربية معدية فقطر جاي مش واخد باله ما هو فاتح الراجل او سايب ما حدش كان بيسأل سوق سواء سواء موجود على الطريق بتاع القطرات نسيين الكلام ده عشوائية بيوت بيوت بدت بنى على خط السكة الحديث نسينا المرفق ده مرفق تهالك خمسين سنة واشوفنا حدث قطر الصعيد في الفين واثنين حصل فيه ايه بالكامل كان عندنا قدي ضحايا حدثها ربما هي اكبر حدث قطرات في تاريخ مصر الفين واثنين وقتها استقال اعتقد الوزير كان وقتها إبراهيم الدميري وجاء حدث العياد بعدها بشوية كمان في الفين وخمسة الفين وستة او التوقيت ده تقريبا الفين واربعة واستقال وقتها الوزير محمد منصور وبعدها فين وفين عملية صعبة محتاجة من الروات الدولة النهاردة ستة وخمسين مليار جنيه بتتضغ تتضغ في هذا القطاع مش مليار ستة وخمسين مليار جنيه مسجار نظر ساعة دلوقتي بيقول لنا فين وفين وبنصرف ايه كان ممكن تساب وتساب وكل سنة وانت طيب اطرع اطلانه وجرار اطلانه هتعمل ايه ما عنديش هتعمل ايه يعني شكرا 48